ماذا عن تدولات سوق الأسهم السعودية بمطلع تدولات الشهر الجديد وأيضا من بعد أداء شهر أغسطس اللي كان باهت تقريبا رغم أنه رأينا بمرحلة معينة ارتفاعات إلا أننا أنهينا الشهر على تراجعات ارتفاعات على السوق السعودي بسلطة النقطة المئوية فقط وعلى مدار الأسبوع الماضي تراجعات بأربعة عشر النقطة المئوية هي التي ضغطت على تدولات الشهر بأكمله مؤشر السوق يبدأ تدولات الشهر الجديد على مكاسب اليوم ارتفاعات بربع نقطة مئوية ولكن أحجم التدولات ضعيفة تحت الخمسة مليار ريال من بعد تدولات استثنائية يوم الخميس الماضي كان في تعديل أوزان على مؤشرات MSCI رأينا أرامكو عليها حجم تدولات أكثر من مليارين ريال يوم الخميس الماضي اليوم نعود إلى مدون الخمسة مليار حتى ساعة كانت بحدود الأربعة فاصل ثمين مليار ريال تدولات السوق السعودية لنلقي نظرة على أداء شهر أغسطس لأنه نهينا الشهر ونحن اليوم أول سبتمبر أولى جلسات الشهر الجديد على مدار شهر أغسط فقط ارتفاعات على السوق بسلسة النقطة المئوية لاحظوا رأينا أسبوعين من الارتفاعات الجيدة ولكن من بعد الأسبوع الماضي تراجع السوق وبالتالي قلس مكاسب الشهر هذا يقارن مع تراجعات حد على نفط نلقي نظرة على سعر برانت على سبيل المثال على مدار شهر أغسط سجلنا على برانت تراجعات ب5.6% أو على برانت تراجع ب2.4% بظن هي معكوسة برانت اللي سجل الخسائر الأكبر صحيح فإذا لا يقال لي صحيح التراجعات على خام تكسس 5.6% أو برانت تراجع 2.4% على مدار شهر الماضي نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تحركا في السوق السعودية أميان تيت اليوم عليها تدولات استثنائية هي سهم اليوم لأنه بدون أخبار ارتفاعات بـ 9% وأعلى حجم تدولات بالسوق اليوم على أميان تيت لاحظوا من حيث القيمة 412 مليون ريال على هذا السهم يليه الراجحي وعلى بعض الارتفاع الراجحي اليوم بصلثة النقطة المئوية أرامكم وتراجع بعض الشيء اليوم حقوق الأولوية لسافولا رابع أكثر تداولا عند 15.74% دائما بذكر أنه سعر الاسترشادي للحقوق الأولوية هو الفارق بين سعر سهم سافولا بالسوق والسعر اللي على أساسه عم بتم طرح الأسهم الجديدة اللي هو 10 ريال وبالتالي اليوم من المفترض أن يكون سهم سافولا بالوقت الحاضر عند 25.76% ما يجعل الحق عند 15.76% الأنما أيضا عليه نشاط اليوم وعليه ارتفاعات هذا سافولا عن 26.45% لكن الحق عم يتدول تحت السعر الاسترشادي بالوقت الحاضر نلقى نظر على الأسهم الأكثر تراجعا ريدان على تراجع بـ 3% بوبا اليوم تراجع 2.6% أسترى صناعية لإعادة السعودية وتشاب أسهم تأمين هي على قائمة الأكثر تراجعا ماذا عن الأكثر ارتفاعا؟ فإذا الباحة كما نال كلها أسهم بدون أخبار اليوم الارتفاعات على هذه الأسهم قوية ربما قد يكون جزء منه مضارة نلقى نظرة على الأسهم القيادية بالقطاعات القيادية المواد الأساسية البنوك الاتصالات وتكنولوجيا هذه المواد الأساسية سابق اليوم على ارتفاع عند 75.80% معادن متراجع بعض الشيء لوبراف على ارتفاع سابق للمغذية الزراعية على تراجع هذه الأسهم المصرفية أداء إيجابي بمطلع تدولات الشهر الجديد كلها على مكاسب ولاحظوا الارتفاعات على رياض والعرب الوطني وبأس أف تفوق الواحد بالمئة هذه أسهم الطاقة عم نشوف بيترو رابغ الحفر العربية على ارتفاع أرمكم تراجع وأديس القابضة على تراجع أيضا أسبي قطاع الاتصالات أستيسي عادت للارتفاع إلى 43.35 أكيد منذكر أن الأسبوع الماضي كان فيه تذبذوبات حد على سهم أستيسي من بعد ما رفعت التوزيعات النقدية الفصلية من 40 إلى 55 هللة اتحاد اتصالات وزين على ارتفاع اليوم بينما أديب على بعض التراجع أخيرا نظرة على قطاع التكنولوجيا لأوم أستيسي سولوشنز بحر العرب على ارتفاع ولكن علم على بعض التراجع اليوم عن 995 ريال والعرض المتقن مرتفع بشغل جيد بـ 2%